وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أعلى من السعر الرسبي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 235 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 52 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن إلى جانب ضبط قرابة 33 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 297 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة